من الذي يعارض في إسرائيل هذه بما أننا نتحدث عن بيانات وتصريحات من وقت لآخر على لسان عدد من الناطقين العسكريين في الجيش الإسرائيلي الذين يتوعدون قطاع غزة بحملة برية منذ بداية هذا العدوان محمد هل هناك معارضة في إسرائيل لهذه العملية البرية وإلى أي مدى هي معارضة وازنة في حسابات السياسة محمد بصراحة لم يظهر أن هناك معارضة لأي عملية برية في قطاع غزة سواء مكايدات الأحزاب سواء المعارضة والإتلاف في إسرائيل ما يدور النقاش حوله ليس معارضة للعملية العسكرية ما يدور النقاش حوله حول طلب إعلان أغراض هذه العملية ولماذا تريد إسرائيل الدخول إلى قطاع غزة هل تريد احتلال قطاع غزة؟ هذا بالطبع يستغرق المزيد من الأشهر وهناك من يقول إنه يستغرق المزيد ربما سنوات وليس فقط أسابيع وأشهر حتى السيطرة الكاملة على قطاع غزة هناك من أثار تساؤلات محمد بعد هذه السيطرة في حال تمت على القطاع ماذا سيحصل في اليوم التالي؟ هل ستضمها إسرائيل تحتلها بشكل كامل؟ هل سيتم دمجة في الضفة الغربية بطريقة ما؟ هل ستمنح مصر إمكانية السيطرة على القطاع؟ الكثير من التساؤلات تثار في هذه الأثناء ولكن لا إجابات محددة عليها من قبل الكابينيت الإسرائيلي المصغر ولا من الحكومة الإسرائيلية محمد